هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي غدا فيما يكون التقص غائما تتخلى له بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلا وصباحا الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية وانخفاض في درجات الحرارة اشتركوا في القناة